موسيقى نشرة اخبارية جديدة من فضائية زاكروس اهلا ومرحبا بكم نستهلها بابرزل عنوي موسيقى تواصل الندوات والفعاليات الجماهرية في مدن كردسان للتعرف بمرشحي قائمة الحزب الديمقراطي الكردساني رقم مئة واربعة وثمانون المفوضية تعلن فحص جميع اجهزة العدوى الفرز الالكتروني وتؤكد جاهزيتها للانتخابات وافتتاح سبع مراكز انتخابية جديدة للاراقين المقتربين في المانيا موسيقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي يدعو الى الغاء وزارته كي تسلم من الاهواء والتجاذبات السياسية موسيقى مايك بامبيو وزير الخارج الامريكي جدد ادانة ايران ويتحدث عن اهداف واشنطن بسوريا موسيقى وغارة جوية مجهولة على مواقع عسكرية بحالب وحماء ومقتل ايرانيين موسيقى ومن العنوين الى التفاصيل وصل السكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني يوم الاثنين الى مدينة السليمانية للاشراف على الحملة الانتخابية للقائمة رقم 184 للحزب واجتمع بمجموعة من عضاء وكوادر فرغاء الحزب في محافظة السليمانية وعلن ميراني ان كوادر وعضاء الديمقراطي الكردستاني ملتزمون بالتعليمات الحزبية حول الدعوة الى التصالح والابتعاد عن التشهير والتجريح والتنابس وحول الاتهامات التي توجه الى الحزب الديمقراطي الكردستاني حول ما يدور في الاقليم قال ميراني هم معنا في انجازاتنا ويختفون عند ظهور السلبيات لكننا نعتبر انفسنا مسؤولين دوما ولن نتهرب من المسؤولية بهدف التعريف ومساندة مرشحي قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالرقم 184 وزار اليوم هوشير زيباري عضو المكتب السينوى قضاء الشيخان والتقى بجماهير القضاء الذين يقبروا عن اعتزازهم بهذه القائمة التي كانت وعلى مر السنين المعبرة عن تطلعاتهم بهدف التعريف ومساندة مرشحي قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالرقم 184 زار اليوم الاستاذ هشير زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والمشرف على القائمة 184 في محافظتي اعتزازهم بهذه القائمة التي كانت وعلى مر السنين المعبرة عن تطلعاتهم برنامج قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي رقمها 184 هو برنامج دفاع عن حقوق الكرد وحقوق كردستان دفاع عن حقوق النازحين دفاع عن دماء الشهداء دفاع عن تضحيات الجسام di gravitational التأكيد على هذه التضحيات الجسام التي قدمها الاشهداء البشمرقة وشهداء العراق وخاصة نتطلعات الجسام التي قدمها الإيزيليين في جبل سنجار والجينوسايت التي حلها بهم والمعالم والمعاسي التي يعانون منها الآن في قيم النزوح سهل نينوى أبدوا استعدادهم بالإدلاء بصوتهم للقائمة 184 قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني كونها القائمة التي دافعت وتدافع عن حقوق وتطلعات الكرد الإيزيديين أينما كانوا في سهل نينوى الكرد الإيزيديين لهم قوة ولهم وجود في رفع هذه القائمة لذلك أنا أرى أنه على كل يزيدي أن يذهب ويدلي بصوته حتى تفوز هذه القائمة في هذا السهل بقوة لأنه إلقاء حقوقهم وعن ما يجعلهم في أمان واستقرار في كردستان وفي العراق بشكل عام وأشهد زيباري بدور أهالي الشيخان البارز بالحفاظ على تماسك هذا النسيج الاجتماعي المتعدد الأطياف والأديان والقوميات والذي يعتبر نموذجا للتعايش السلمي والتآخي أنا شخصيا أرى من القائمة 184 هي قائمة البيشمرقة قائمة التحرير قائمة الريفراندوم قائمة التعايش السلمي قائمة وجود الأقليات لأن قائمة 184 قائمة البارزاني المدافع الأمين لجميع مكونات كردستان أنا أصوت القائمة 184 قائمة التآخي والسلام والتعايش أتمنى من كل الناس ينطون القائمة 140 من أيار المقبل وطمعنا الحضور أن القائمة 184 قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني هي القائمة الأكبر بين القوائم المتنافسة كونها القائمة التي تضم كل أطياف وأديان وقوميات كردستان والقائمة التي حافظت على الأمن والأمان والمكتسبات والحريات لكل من سكن هذه الأرض القائمة 184 هي قائمة الشهداء قائمة المؤنفلين قائمة الشعب الكردستاني المناضل هي قائمة الحزب الديمقراطي الذي سأل كل المكونات في كردستان بارتي ديمقراطي الكردستاني في محافظة نينوى هو تحقيق التوازن والاستقرار لأننا بالموصل مشهورين تعدد القوميات عندنا وتعدد الأتيان فإحنا بارتي ديمقراطي الكردستاني يسعى له هو تحقيق الأهداف بين جميع القوميات وأن نعيش الناس بأمان وباستقرار نظم الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكرد للحزب رقم 184 ويأتي تنظيم هذه الندوة للحملات الداعية للانتخابات البرلمانية وتعزيز المشاركة الجماهيرية سعيا لتطبيق الدستور العائية للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بدأ العد التنازلي لأول انتخابات برلمانية تكمن أهميتها في اختيار برلماني العراقي جديد وتستمر معها الحملات الدعائية للقائمة 184 للحزب الديمقراطي الكردستاني لتعزيز المشاركة الجماهيرية سعيا لتطبيق الدستور وعدم المساومة على حقوق الكرد وأسعى إلى تحقيقها تطبيق الدستور العراقي لنجميع مشاكل العالقة بين الأقليم والحكومة المركزية سببها عدم تطبيق الدستور عدم تطبيق قوانينها من قبل الحكومات العراقية السابقة على الحصول على كل متطلبات وحقوق الشعب الكردي حسب ما مثبت في الدستور العراقي وقانون الإدارة المالية والدين العام وتأتي دعم الجماهير للانتخابات من خلال صناعة يزال يناظل من أجلها الحزب الديمقراطي الكردستاني قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني 184 قائمة الديمقراطية والتيار الليبرالي في العراق أكيد الديمقراطيين في كل العراق وليس الكرد فقط هم سيصاوتون لهذه القائمة لأنها ستحافظ على حقوق جميع العراقيين من كرد عرب شيعة سنة إيزديين مسيحيين التطويت لصالح قائمة المراقم 184 قائمتنا قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني لأن هذه القائمة أثبتت القبل هو القائمة الوحيدة لدفاع عن حقوق الشعب الكرد يعاد الانتخابات البرلمانية وسيلة عملية للنضال الديمقراطي دفاعا عن حقوق الكرد وكردستان وهذا ما تسعى إليه الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال قائمة 184 الذي ناضل وما يزال وناضل من أجل حرية شعب كردستان نجلة سندي زاكروز تيفي زاخو نظم اتحار شبيبة الحزب الديمقراطي الكردستاني فرع السليمانية احتفالية للتعرف على مرشحي القائمة 184 وعرب ممثل اتحاد الشبيبة دعما للقائمة 184 نظم اتحاد شبيبة الحزب الديمقراطي الكردستاني فرع السليمانية احتفالية للتعرف بمرشحي القائمة للانتخابات البرلمانية العراقية ممثلون عن اتحاد الشبيبة أعرب عن ثقتهم بقائمة المرشحين لإصال صوت الشباب الكرد إلى بغداد وتحقيق آمالهم نحن كاتحاد الشباب الكردستاني فرع السليمانية هذا المراسيم اليوم ضمن برامجنا للقائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني 184 للمجلس النواب العراقي القائمة 184 هي قائمة الكردستانية هي قائمة الشعب الكردستاني والقائمة الذي دافع عن الشعب الكردستان في برده وفي سحيلة والذي دعم الوحدة الكردستانية في مجلس النواب العراق نحن كاتحاد شببة الحزب الديمقراطي الكردستاني عملنا على إصال مطالب شبابنا إلى مرشحي القائمة 184 وندعوهم هذا العام للدفاع عن حقوق الشباب الكردي في بغداد ومحاولة توحيد الصف الكردي مرشحوا الديمقراطي أكدوا على ضرورة خدمة قضايا الشباب في كردستان وتعهدوا أن يكونوا على قدر الثقة التي منحت لهم أنا كأبنة شهيد وأيضاً أنا معلمة عملي هو التعامل مع الشباب والصغار هم قوة البلد قوة البلد الآن وقوتنا في الغد نعتمد عليهم لهذا لدينا عمال كثيرة إن شاء الله إذا رحنا للبرلمان العراقي عمال جمع لهم لأنه لازم نعتمد عليهم ولازم هم يعتمدون علينا نحقق لهم المراد المبتغى في البرلمان العراقي من حقوقهم المسلوبة حدها الساق الحزب الديمقراطي الكردستاني اهتم بفئة الشباب خلال انتخابات العام الحالي وذلك عبر طرح قائمة مرشحين وبرامج انتخابية غالب عليها الطابع الشباب لقناة زاكرو ستيفشيار محمد السليمانية لكثير من المشاكل التي تواجه العراق مستندة بمشروع الدعوة إلى إقامة الفيدراليات على ما نص عليه الدستور العراقي رغم أن الدستور العراقي أجاز تشكيل أقاليم جديدة في العراق إلا أن كل مشاريع الفيدراليات المطروحة بعد العام 2003 جوبهت برفض داخلي وخارجي سياسيون يعدون هذا الرفض تجاوزا على دستور العراق الدستور العراقي هو أتاح الفيدرالية وهو بضمن مواده 107-109-21 أتصور هي أتاحة الفيدرالية والنظام الفيدرالي في العراق لكن معظم السياسيين من إرتاو أن العراق أصبح ملك لهم ملك بديهم ضربوا هذه المواد عرض الحائط فهم الآن ملزمين يعني عندما ترجع الدستور هم طالما يتكلمون بالعراق أو تلقى من الدستور العراقي واحد منهم يعني أحنا وصلنا إلى درجة أنه لا يمكن بناء البلد إلا بالدستور أي وثيقة أخرى ليس لها قيمة أمام الدستور الرؤى السياسي المختلفة لا تبني بلد الدستور هو العقد الاجتماعي والعقد السياسي والاقتصادي بين كافة أطياف ومكونات الشعب العراقي على الجميع أن يلتزم بالدستور عدم التزامنا بالدستور والذهاب إلى الحكومة المركزية أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من الناحية الاقتصادية والأمنية وغيرها وجميع المفاصل أعتقد اليوم حقنا هذا الدستوري ومن يطالب بحقه الدستوري لا ينبغي للآخرين أن يلوموه أو يقول له أنت خاطئ دائما ما يشار إلى نجاح تجربة إقليم كردستان في بناء مؤسسات مستقلة تضمن للمواطن الكردستاني الأمنى وحرية العيش والمعتقد والتي تثبت يوما بعد آخر تجاوزها للطائفية الإثنية والعرقية بتعاملها مع جميع مكونات الإقليم وفق منظور واحد تجربة كردستان اللي دعي أن الفدرالية طائفية تجربة كردستان حاليا نحن في كردستان وعرب كثيرين في كردستان ومسيحيين وتركمان وشبك ومن كل القوميات هل تأثروا بشيء من الموضوع الفدرالية؟ كل حقوقهم مصانة أمنهم مصان أراضيهم مصانة شنو المطلوبة أكثر؟ المواطنش يطلب؟ يطلب اليوم الحماية يطلب الأمن يطلب أول شيء الأمن يعني نحن في معظة الصلاحة الدين أفضل مما تجينا المشاكل الوافدة من بقية المحافظات خلونا يسد حدودنا خلونا نرتب أمننا خلونا تطلع الملفات مع الفساد ويطلع البغداد ومحاكم بغداد تبري وترجع مشروع الفدرالية الذي تتبناه بعض القوى السياسية لحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها محافظات العراق يتخذ من تجربة إقليم كورستان نموذجا يحتذا به للتعايش وصيانة حقوق المكونات ضيال حمداني زاكرو ستيفي أربيل أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في بيان لها عن فحص جميع أجهزة العدوى الفرس الإلكتروني مؤكدة جاهزيتها للانتخابات وأكد البيان فحص جميع أجهزة العدوى الفرس الإلكتروني بواقع ستون ألف جهاز من الناحية اللوجستية وفي كل أنحاء العراق وتم تجهيز مكاتب المحافظات جميعا للعمل في يوم الاقتراع وأضاف البيان أن المفوضية عملت على إجراء محاكاة لغرض فحص عمل البرنامج الخاص بتلك الأجهزة مبينا أن ذلك جاء من خلال إجراء عمليتين للمحاكاة استخدمت فيها ألف محطة على مستوى محطة واحدة لكل مركز تسجيل وفي جميع المحافظات العراقية وتابع أن عملية التصويت تمت بشكل سلس وبوجود خبراء ومراقبة فريق الأمم المتحدة وعند الانتهاء من عملية الاقتراع أنجزت العملية بالكامل وتم يعطاء تقرير ورقي من قبل الجهاز بنتائج التصويت مفاوضية العليا المستقلة الانتخابات عن وصول نسبة توزيع البطاقات البيوباثرية بين الناخبين إلى 68% لغاية الآن وقال عضو مجلس المفاوضين بالمفاوضية حازم الرديني أن هذه النسبة المتحققة في توزيع البطاقات الانتخابية جيدة وتوقع ارتفاع هذه النسبة من الآن لغاية إغلاق مراكز التوزيع وأضاف الرديني أن المفاوضية ستنتهي من عملية توزيع تلك البطاقات يوم السابع من الشهر المقبل على أن تسحب من جميع مراكز التوزيع في اليوم التالي إلى المكتب الوطني وطلب الرديني جميع المواطنين بالإسراع بتسلم بطاقاتهم البيومترية لتتسنى لهم المشاركة في يوم الاقتراع في الثاني عشر من آيار المقبل أكد مدير مكتب انتخابات ألمانيا والنمسا حيدر أجبوري في تصريح له أن المفاوضية رفتم افتتاح مركز انتخابي في العاصمة النمساوية فيينا لغرض تسهيل وصول الجالي العراقية هناك وبحسب الإحصائيات التي جمعتها المفاوضية حول عداد الناخبين المتواجدين في ألمانيا فأنها تقارب 37 ألفا فضلا عن الناخبين المقيمين في النمساو الذين يقدروا عددهم بسبعة ألاف مشيرا إلى أن عملية إدلاء العراقيين المختربين بأصواتهم ستكون يومي العاشر والحادي عشر من الشهر القادم طالبت اللجنة الأمنية النيابية بتكثيف الجهود الأمنية والاستخباراتية للحد من عمليات اغتيال مرشحية الانتخابات الأخذة في الزياد لترهيب المرشحين والناخبين وقال عضو اللجنة محمد الكربولي أن هذه العمليات الهدف منها إرهاب جميع مع قرب موعد الانتخابات وقد تنشطت العصابات الإرهابية في هذه الفترة ولسيما أن هذه العصابات توعدت باستهداف العملية الانتخابية والديمقراطية في العراق ودع الكربولي الجهة الأمنية والاستخباراتية أغذ الحيطة والحذر وحتى القائد الأمن القوات المسلحة لتوفير الاستعدادات لإنجاح هذه العملية قال القاضي عبدالستار برقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بسجن لمدة 15 عاماً لخمسة متهمين قاموا بسرقة رواتب موظفي كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية والتي تجاوزت قيمتها 593 مليون دينار وأضاف برقدار أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيق باشتراكهم بارتكاب الجريمة مع دور كل منهم في هذه العملية وأشار برقدار إلى أن الأحكام بحق المتهمين صدرت وفقاً لأحكام قانون العقوبات المؤسسات التربوية والتعليمية لم تسلم من التسيس فدعوات وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى لإلغاء وزارتي التربية والتعليم العالي وتشكيل مجلس عالي للتعليم لم تلقى ذلك الاهتمام الكبير من الطلبة أو الكوادرات من التسيس أيضاً ما دعا إليه وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى إلغاء وزارتين التربية والتعليم العالي وتشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم في العراق على أمل إدارة هذا الملف بشكل مستقل وبعيدا عن الأهواء والتجاذبات السياسية لم يجد صدا كبيرا لدى الكوادر التدريسية باعتبار أن تشكيل المجلس لن يقيه من التسيس أو المحاصص الحزبية حاله حال بقية المؤسسات الحكومية التي كان من المفترض أن تكون مستقلة التعليم والتربية في العراقية حقيقة هي هروب من أرض الواقع لأن نفس ما تم هناك ضغوطات على وزارة التربية ووزارة تعليمية نفس الضغوطات عينها سوف تكون على هذا المجلس ونفس الآلية المحاصصة في تعيين المسؤولين على مستوى رئيس هيئة أو كلاء لرئيس الهيئة أو مدرع عامين أيضا قام على أساس المحاصص الطلبة من جانبهم تحدثوا عن تدني مستوى التعليم والتربية والأسباب التي أدت إلى ذلك فتقادم المناهج التربوية والتعليمية وتدخل الأحزاب في عمل الوزارات الذي انعكس سلبا على الجامعات أدى إلى انحدار المستوى التعليمي في الجامعات العراقية وخصوصا الدراسات العليا في الجامعات العراقية في كليتنا في بعض الرئاسات الأقسام بالفعل هي الميعين من قبل جهة سياسية أو تابع لجهة سياسية يعني هو مدير موجود لكن يتبع بشكل أو بآخر لجهة سياسية هذه كارثة من المفترض أنه يعزل السياسة عن التعليم لكن ما نراه الحاليا في الجامعات العراقية سواء الأهلية أو الحكومية هو وجود السياسة داخله في عملية تربوية وهذا غلط ولم يقتصر تأثير الصراع السياسي على مستوى التعليم التربوي والجامعي فقط بل وصل إلى تضارب القرارات والأوامر الإدارية إبعاد المؤسسات التربوية والتعليمية عن التحزب والمحاصصة أصبح مطلبا رئيسيا لدى كوادر الجامعات والطلبة نتيجة الانحدار حاصل في مستوى التعليم بسبب تدخل الأحزاب في هذه المؤسسات من بغداد أحمد فيلي زاكروس تيدي مجاني الكرام ولمناقشة أكثر حول هذا الموضوع ينظم إلي من بغداد الدكتور هاشم حسن عميد كلية الألم جامعة بغداد مرحبا بك دكتور دكتور دعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى لإلغاء الوزارتين بسبب التأثيرات السياسية ما هي الضمانات أن لا يكون المجلس المقترح تحت تلك التأثيرات؟ تحية لقناتكم ولمشاهدين الكرام الحقيقة من ناحية الواقعية أنه بعض الوزارات ومؤسسات يجب أن تكون خط أحمر بعيد عن المحاصصة وبعيد عن التدخل السياسي لأن هذه معنية بمسائل معرفية تتعلق بمستقبل البلاد الدولة العراقية حتى أنه من أربع سنوات السيد العبادي عندما أعلن تشكيل حكومة من تكنقراط نقول بصراحة وبما يعنيني وأنا أمضي سنوات طويلة من داخل التعليم العالي كمراقب كمسؤول تنفيذي أقول الحكومة لم تكن مخلصة للتكنقراط أنه هذه المحاصصة المقيتة هناك المئات من العمداء المستقلين لم يتم تثبيتهم بانتظار توزيع الحصص على الأحزاب اللجنة التربية والتعليم العالي بمجلس النواب هي مؤسسة للمحاصصة تتدخل بالتفاصيل العلمية للأقسام العلمية وتنفذ سياسة محاصصة مقيتة ولذلك أنه دعوة الوزير هو شعور بالإحباط من عدم استقلال الوزارة والتدخل به سياسة الدراسات العليا انبنت على أساس حصص للأحزاب وهناك يفترض أن تكون مثلا سياسة مستقلة للدراسات العليا على أساس مبدأ المساواة بالدستور على أساس المنافسة الحقيقية لكن اللي حصل قناة عامة واحدة وهناك ثلاثة عشر قناة مستقلة غير استثنائية تتدخل بها مؤسسة السجناء والمفصولين ذوي الشهداء ضحايا الإرهاب ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الحجد الشعبي كل هذه القنوات تؤدي إلى خرق معيار الرصانة الموجود بالجودة لا رصانة ولا جودة وأصبعت عندنا جيوش جيوش من الدراسات العليا ليس على أساس الكفاءة وليس على أساس المعايير المعتمدة بالعالم لذلك يجب أن تكون هناك سياسة مستقلة للتعليم العالي ولذلك حتى الهيئات الآن اللي تسمى هيئات مستقلة دكتور العفو دكتور المفوضيات ما هي برأيك يعني الجهة التي يمكن أن تؤسسوها وتكون بعيدا عن المحاصصة الحزبية حقيقة مجلس النواب هو مبنى على المحاصصة الحكومة الناتجة عن هكذا مجلس نواب نعم تؤسس كل أجهزة الدولة المعرفية والخدمية هي تابعة لأحزاب وبعد ذلك أنه تسيطر على العقود على الخدمات وبعد ذلك أنه أخضع التعليم العالي لمنح شهادات للمتنفذين للكبار وأتباعهم من الصغار نعم دكتور ألا ترون أن تأسيس المجلس أو مجلس أعلى سيكون ببرنامج قانوني ربما لا يلبي الطموح إضافة إلى برمجتها محاصصاتيا قد يؤثر في بناء الجيل وفق المعطيات الوطنية ويجب أن تكون في اجتماع عن الوزراء أو مستوى الخبراء في المجالين التربوي والتعليمي فما تعليقك؟ يفترض أن يكون هناك قانون واضح لمجلس أعلى للتربية والتعليم العالي له ضمانات أن يكون بعيد عن المحاصصة يشكل من الخبراء ويضع استراتيجيات للقبول على أساس العراقيين متساوين بدون أي أي مبدأ للاستثناء وبعيد عن البرلمان فقط تخصص له ميزانية من المال العام وسياسة معلنة ويشكل من الخبراء والعلماء بعيدا عن الصراعات السياسية هذا هو ضمان لمستقبل العراق الوضع الحالي سيؤدي إلى دمار هذه بالعشاء أكثر من 66 جامعة وكلية أهلية القليل منها رصين البقية هي عبارة عن دكاكين لجمع الأموال ومنح شهادات للمتنفذين إذن علينا هذه إذن الوزير تعلمي العالي رفع جرس الخطر دق جرس الخطر لإنقاذ التعليم العالي من هاوية كبيرة دكتور إنجيرار التربية والتعليم وجرها إلى اتباع سياسات غير سياستها التربوية ستعود بالكارثة على الشعب لأنها لن تخلق جيلا متعاطيا للركائس والمنطلقات الفكرية والسياسية بدلا من تعمق روح الألم والبحث الألمي فما هي وجهة نظركم وجهة نظرنا إذا لم تكن هناك سياسة مستقلة بشكل مطلق وكامل فمعنى أنه مستقبل التعليم العالي سينهار لأنه سنضطر مثلا على سبيل المثال الدراسات العليا يجب أن تراعي حاجة السوق يجب أن تكون إعادة سياسة التعليم العالي العودة إلى مؤسسة المعاهد الفنية الثانويات المهنية الدراسات العليا يجب أن تكون للنابغين للمجتهدين فقط بدون أي استثناء آخر هذا لا نمكر لا نمكر أنه عوائل الشهداء والمضحين يمنحوهم كل شيء إلا العلم فالعلم له أساس خاص على أساس البناء المعرفي لمستقبل العراق والتنميته دكتور طبعا سوء التربية والتعليم سواء كانت في وزارة التربية أو كانت في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت هذه سوء المنهج الألمي أو التدخلات السياسية كانت موجودة بعد 2003 هي موجودة لحت هذه الفترة لماذا في هذه اللحظة وقبل الانتخابات طالب وزير التعليم العالي والبحث الألمي بهذا التغيير لماذا في هذا الوقت البذار هذا السؤال ممكن إذا سمعت لي هذا السؤال ينطرع على وزير التعليم العالي والبثل لكن أنا أقول باعتباري أنه أنا كتدريسي وكعميد لكلية أقول أنه السياسات التعليم العالي وضعت سياسات ممتازة للجودة نعم لكنها تخترق بسبب وجود قانون قانون مؤسسات عندها قوانين تسمح لها أن تخترق التعليم العالي آخر شيء مثلا الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحجز تحجز مقاعد دراسات عليا لموظفها وكأنما التعليم العالي هي شركة للطيران أو للقطارات على أي أساس يفترض هنالك سياسة واضح للمنافسة لا تخترق دكتور على كلام حضرتك صار يعني طرح عندي سؤال أنه قبل عام 2003 كان التعليم على أوجهي رغم الملاحظات الكثيرة لكن حدث خلل كبير بعد ذلك لتدخلات معينة والتغيير فلسفة التعليم وتوجيهها غير وجهتها المهنية والألمية واستزار أشخاص غير مؤهلين كما حدث في حكومة المالكي عزيزتي أنا قبل 2003 كتبت مقال بزمن النظام السابق امنحوا المكرمين كل شيء إلا العلم فتركوا لي أهله أعدت نشر هذا المقال في زمن المالكي وفي زمن العبادي كانت في الزمن السابق تحدث خروقات واستثناءات لكنها قليلة الآن الأحزاب تتحزب لمنتسبيها وأدخلتهم للدراسات العليا بدون حساب عبر قنوات كثيرة دكتور هل مقالك كانت لها نتيجة أعتقد لا توجد نتيجة لأنه صانع القرار هو الذي يضع المكاسب لمريدي وكذبت الحكومة عندما قالت تكنقراط لم يترك وزارة التعليم العالي تعمل كتكنقراط حقيقي وإنما توجيهات المركزية بددت كل مبادئ الجودة نعم دكتور كونك عميت لكلية الألام كيف ترى الحملة الانتخابية على وسائل الألام هل هي مهنية أم هي مجرد دعايات انتخابية دون الرجوع إلى أسس وقوانين ومبادئ إعلامية ومهنية أولا ما زال الخمسة والستة الكبار بحكم إمكانياتهم المالية قدرتهم الإعلامية يهيمنون على المشهد الانتخابي اللي أقول أنه هذه الدورة شهدت خروج عن المبادئ المنافسة الإخلاخية بالإشهار والتسقيط السياسي الجيوش الألكترونية فعلت فعل سيء بدل التوعية والمنافسة الشريفة الحرة وعرض البرامج وإنضاج العملية الانتخابية لجأوا لوسائل قذرة ليسقاط الآخرين وهذا أمر مرفوض بصراحة الأمر الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام جامعة بغداد شكرا لانضمامك إلينا من بغداد شكرا أهلا بكم من جديد أعلن مركز الإعلام الأمني عن تفكيك خلية إرهابية كانت تحطط لتنفيذ عمليات هجومية في مدينة الموصل مشيرا إلى اعتقال جميع أفراد الخلية وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول إن العملية التي تم تنفيذها في منطقة حمام العلي الجنوب الموصل تمت بمعلومات استخباراتية دقيقة وأضاف رسول أن أفراد الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية وهم من المطلوبين للخضاء وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب أعلن قائد عمليا ديال الفريق ركن مسهر العزاوي اعتقال اثنين من أبرز قادة داعش في المحافظة وقال العزاوي أن قوة أمنية من الجيش تمكنت من اعتقال قيادين بارس في داعش الإرهابي بعملية نوعية جنوب ناحية بهرس جنوبي ديال وكان وكان بحوزة سلاح نوع م16 وقال وكانت بحوزة سلاح معتقالين إلى تحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم اعلنت مديرية تحقيق البصرة في هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط فتحة ملاحية تم إيداعها في مخازن إحدى الشركات العامة في البصرة منذ عام 2012 لم يتم تسليمها للشركة المنفذة لمجسر التنومة مما سبب هدرا بالمال العام بقيمة أكثر من خمسة ملايين دولار أمريكي مبينة أن العملية تتمت بموجب مذكرة قضائية وأشارت المديرية أن التحقيقات الأولية قادت إلى وجود حالات إهمال متعمد وتلاعب تسببت بإحداث هدر في المال العام وأكدت المديرية أنه تم تنظيم محظر ضبط أصول بالأوليات الخاصة بالمشروع بموجب مذكرة قضائية وعرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص بغية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تعرض عدد من المواقع العسكرية في شمال ووسط سوريا لقصف بالصواريخ وأصابت الصواريخ مناطق في محافظة حماو وحلب بحسب ما قاله الجيش السوري وفادت وسائل إعلام إيرانية الشبه رسمي تعرض عدد من المواقع العسكرية في شمال ووسط سوريا لقصف بالصواريخ حسب ما تقوله وسائل إعلام محلية وقتل في الهجوم عشرات الاشخاص واصابت الصواريخ مناطق في محافظته حماه وحلبة بحسب ما قاله الجيش السوري وقادت وسائل اعلام ايرانية شبه رسمية بان من بين القتل ايرانيين وتفيد تقارير بان القصف الصارفي استهدف مخازن اسلحة ومراكز قيادة ووصف التلفزيون الرسمي السوري الهجوم بانه عدوان جديد من قبل اعدائه وقال ان الهجوم وقع حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بحسب التوقيت المحلي وقال البرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ان هجوم يوم الاحد استهدف مخزن صواريخ وادى الى قتل ستة وعشرين شخصا معظمهم ايرانيون وعراقيون وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ومواقع التواصل الاجتماعي ان قوات ايرانية واخرى تابعة لحزب الله اللبناني توجد في القاعدة التي تعرضت للهجوم ليل الاحد ولكن وكرت تسنيم الايرانية للانباء ذكرت الاثنين ان التقارير بشأن هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية ايرانية في سوريا لا اساس لها ونفت قتل ايرانيين في الهجمات على عدد من القواعد العسكرية في حمى وحلب وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في الرابع عشر من افرين نيسان في وقت سابق من الشهر الجاري عن مصدر عسكري اسرائيلي لم تذكر اسمه قوله ان اسرائيل قصفت قاعدة جوية سوريا كانت ايران تستخدمها وقالت اسرائيل ان ايران تعزز نفوذها في شريط من الارض يمتد من الحدود العراقية الى الحدود اللبنانية حيث دخول اسرائيل ان ايران تزود حزب الله بالسلاحة ويسد قلق في اسرائيل من بيع روسيا لسوريا انظمة دفاعية متقدمة من طراز اس 300 للحكومة السورية وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايفيكدور ليبرمان قد قال صبيحة اليوم الذي وقع فيه لجوم ان اسرائيل لن تتوقف عن تنفيذ عملياتها العسكرية في سوريا مضيفا في مؤتمر صحفيا ان المعضلة التي تواجهها اسرائيل هي ايران شدد الرئيس الايراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على ان الاتفاق الذي توصلت اليه بلاده مع القوى الكبرى غير قابل للتفاوض بحسب الموقع الرسمي للرئاسة الايرانية على الانترنت هذا واضاف الموقع عن روحاني قوله ان الاتفاق النووي او اي قضية اخرى بذريعته غير قابل للتفاوض مطلقا وشدد روحاني على القول ان ايران لا تقبل اي تقيود خارج تعهدتها جدد وزير الخارجي الامريكي مايك بامبيو الاثنين من ادانته لايران مؤكدا انها تشد